السلام عليكم في عندنا كلمة متعودين نقولها لما بنشوف حدث أو موقف غريب جداً بالنسبة لها بنقول لا طبعاً ده ولا في الأفلام حتى وده لأننا متعودين في الدراما عموماً نشوف مبالغة وتضخين في الأحداث وتأثيرها لدرجة بتخلينا نفكر إن ده عالم خيالي ملناش علاقة به ومستحيل يكون موجود في الحقيقة وده أكيد بسبب إن الواقع بتاعنا محكوم بقواعد القواعد دي بتخلي نظرتنا العالم محدودة جداً لأنها بتكون مبنية على خبرات محدودة بتجاربنا اللي بتكون قليلة والحاجات اللي بتبنينا بس في الظاهر لكن الحقيقة إن الواقع بيكون أكبر بكتير قوي من اللي ممكن تتخيله الموضوع محتاج بس إنك تفتح عينيك زيادة شوية وتحاول تعرف فعلاً حقيقة اللي بيحصل ساعتها هتشوف حاجات مستحيل تتخيل إن أي كاتب مهما كان خياله واسع إنه ممكن يتصورها مسلسل دمر هو من المسلسلات اللي بينطبق عليها القاعدة دي بكل تأكيد في المسلسل ده انت هتشوف أحداث حقيقية حصلت لكنها أصعب وأكبر من اللي ممكن تتخيلها طبعاً هتقول إن ده واحد من التمالية مليار اللي موجودين في العالم بس الحقيقة إنك لما تركز في التفاصيل والأحداث اللي حصلت في المسلسل واللي متخدة من وقائع الأحداث اللي حصلت بنسبة تقريباً 99% هتكتشف إن الموضوع أقرب مما كنت تتخيل أنا أحمد غانم وده ريفيو عن المسلسل المسير للجدل دمر مونستر ده جيفري دمر ستوري وده المسلسل اللي حصل على أعلى نسبة مشاهدة على شبكة نتفلكس في آخر فترة المراجعة دي هتكون من غير حرق أي أحداث في المسلسل في البداية عايزك تشترك في القناة وتضغط علامة الجرس عشان تتابع كل مراجعة اللي بعملها ولو مراجعة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير مسلسل دمر مونستر ده جيفري دمر ستوري مسلسل من عشر حلقات من إنتاج شبكة نتفلكس وبيحكي عن حياة القاتل المتسلسل جيفري دمر من يوم ما تولد في مايو سنة 1960 لحد آخر يوم في حياته العادية جدا في بدايتها والمسيرة جدا في نهايتها المسلسل من بطولة النجم إيفان بيترز في دور جيفري دمر ومع ريتشارد جينكنز في دور ليونيل دمر ونيسي ناش في دور جلندا كليفلند دول التلات أدوار الرئيسية وطبعا معهم ممثلين كتير في أدوار مساعدة قبل ما تكلم عن المسلسل ونشوف كل عناصر الموجودة فيه من ناحية القصة والسيناريو والتمثيل والإخراج عايز أقول إن أي عمل فني بيكون مبني على أحداث حقيقية بيكون فيه تحدي كبير جدا إزاي هتقدر تحكي الحكاية بتاعته وإيه وجهة النظر اللي انت هتتبنيها في رؤيتك الموضوع الموضوع ده دايما بيكون فيه خلاف كبير بين صناع العمل وبين الأشخاص الحقيقين اللي كانوا موجودين في الحكاية فعلا لأن أكيد كل واحد منهم بيشوف الموضوع من زاوية مختلفة زاوية المجرم غير زاوية الضحايا غير زاوية تحقيقات الشرطة والقضاء عشان كده أوليل جدا لما تلاقي مسلسل بيحكي عن أحداث وقعية ويكون متفق عليه من جميع الأطراف ومفتكرش يمكن إن فيه أي عمل قسر القاعدة دي غير يمكن مسلسل تشير نوبل نرجع لقصة مسلسل دمر قصة الوحش الدموي ده ووصف الدموي ده مش وجهة نظر أي حد دي الحقيقة فعلا لأن المسلسل بيحكي عن شخص أتل أكتر من 17 شخص واعتد عليهم بعد أتلهم وطبخ أعضاء معظمهم وأكلها فعلا خليني أبدأ بالقصة والسيناريو اللي أقل حاجة تتقال فيهم إنهم فعلا كانوا مميزين ومتقنين جدا يمكن فعلا ما يبقاش فيهم أي عيب غير عيب صغير أوي هقول عنه بعد شوية السيناريو بالذات كان رهيب فعلا وأكتر حاجة عجبتني فيه هو زكاء البداية السيناريو اختار إنه يبدأ الأحداث بآخر جريمة عملها جيفري دمر ويبدأ بمشهة دموي يخليك تحدد موقفك من البداية وتفقد أي تعاطف مع الشخصية وده فيه زكاء وعبقرية فعلا من صناع العمل لأن في أحيان كتير قوي بنشوف طريقة سرد للأحداث الوقعية خصوصا لموضوع القتل المتسلسلين دول تخلي المشاهد ياخد صف المجرم نفسه ويتعاطف معه بعد ما يشوف الصعوبات والمعاناة اللي شافها الشخص ده قبل ما يرتكب جرائمه ده درس مهم جدا لأي كاتب ومخرج إزاي تقدر تحدد الطريق الصح اللي انت عايز المشاهد بتاعك يمشي فيه من غير ما يفقد متعة المشاهدة ويحس بالملل أو يتوه منك السيناريو كمان كان فيه أكتر من لمحة عقرية في اختيار الأحداث اللي كان بيناقشها وبيركز عليها في كل حلقة وكمان في انتقالاته الزمنية في الفترة اللي بيحكي فيها سواء كان قبلها أو بعدها عشان يركز معاك الفكرة اللي هو بيناقشها في الأحداث وده كله حصل من غير ما تحس بأي خلل أو قفزات زمنية سريعة كمان قدر بشكل هيل جدا يربط لك الأحداث اللي ما كانتش ماشية بشكل زمني منتظم وقدر يجيب لك نفس الحدث بأكتر من زاوية لأشخاص كانوا موجودين فيه وعايزة شيد إشادة خاصة جدا بأفضل حلقة في المسلسل من وجهة نظري وهي الحلقة السادسة مش هعرف أوصف لكم قد إيه هي رائعة ومؤسرة جدا ومتكاملة من ناحية كل العناصر الفنية لأن اللي شفتوا في الحلقة السادسة تقريبا ما شفتوش أي عمل فني بيكون موضوعه الأساسي هو جرائم قتل عادة إحنا بناخد زاوية من الاتنين عشان نحكي أحداث اللي حصل ده يا إما ناخد زاوية المجرم أو أننا ناخد زاوية الشرطة وجهات التحقيق لكن في الحلقة السادسة برغم أننا وغديني المسلسل كله من زاوية دامر وبنحكي حكاية جيفري دامر نفسه إلا أننا شفنا في الحلقة دي الموضوع من زاوية واحد من الضحايا وعيشنا معاه مراحل حياته بشكل مختصر جدا عشان نحس بيه كإنسان له حياة وطموحات وأحلام مش بس اسم مكتوب في التحقيقات أو رقم من ضمن أرقام الضحايا من المهم كمان أني أقول لكم أن المسلسل ما كانش مهتم تقريبا أنه يقدم لك تبرير للي حصل من جيفري دامر ومقدمش تفسيرات علمية عن الخلل النفسي اللي كان بيعاني منه هو ركز أكتر على الحوادث الرئيسية اللي حصلت تحيات جيفري دامر واللي المختصين قالوا أن الحوادث دي ليها الدور الأكبر في تحويل شخصيته من شخص طبيعي لقاتل متسلسل بيأكل تحياته لكن أهم السبب قرر المسلسل أنه يتبنى ويوضحه من أول لقطة فيه هو الفساد المؤسسي والخلل الموجود في الشرطة الأمريكية المسلسل ركز بدرجة كبيرة قوي أنه يورينا أسلوب تعامل الشرطة الأمريكية مع الأقليات العرقية والاجتماعية الموجودة في المجتمع الأمريكي والأسلوب ده هو اللي سمح لواحد زي الجيفري دامر أنه يواصل الارتكاب جريمه لمدة أربع سنين متتالية وهو موجود في وسط مدينة كبيرة ومش بس كده ده حصل أكتر من حدثة كان ممكن تخلي الشرطة تنتبه لطبيعة الشخص الغريب ده ولو كانت الشرطة تعاملت بالشكل الصحي فعلا في المواقف دي أكيد كانت هتمنع وصول عدد الضحايا لأنهم يبقوا 17 ضحايا ولو كانوا استجابوا للبلاجات المتكررة من جيران جيفري دامر واهتموا إنهم يحققوا فيها كان ممكن فعلا يحموا المجتمع وعدد كبير من الضحايا دول ما كانش هيحصل لهم حدا ده الاتجاه الرئيسي اللي تبنى المسلسل عشان يوضح سبب وصول الجرائم للعدد الكبير ده دي أهم الملاحظات ونقطة التمييز في القصة والسيناريو وزي ما قلتلكم فيه عيب صغير بس في المسلسل وهو إنه لما وصل الحلقة التمنى كان تقريبا وصل لزروة الأحداث لكن في الحلقتين التسعة والعشرة حصل هبوط كبير في مستوى الأحداث لو كنا أفننا المسلسل عند الحلقة التمنى المسلسل كان هيبقى رائع لأقصى درجة لكن في الحلقتين الأخرين دول بدأنا نهتم بتفاصيل كتيرة أنا شايف إنها ما كانتش مهمة أو للمشاهد هما كانوا مهتمين في الحلقتين دول يوضحوا أثار جرائم جيفري دامر على المجتمع اللي كان عايش فيه وعلى نظام الشرطة الموجود في الولاية لكن أنا شايف إن ده كان ممكن يحصل بشكل أسكى من كده وإنه كممكن يبقى موجود في وسط أحداث التمن حلقات وبس لكن بشكل عام ده ما يقللش أبدا من روعة وإتقان القصة والسيناريو اختيار الأحداث تم بطريقة مدهشة وعبقرية تخليه واحد من أفضل الأعمال اللي شفتها من فترة طويلة بعد كده لازم أتكلم عن التمثيل شخصية القتل المتسلسل جيفري دامر مش أول مرة تتقدم في مسلسل أو في فيلم اتعامل بأكتر من طريقة قبل كده سواء بشكل وسائقي أو درامي يمكن أشهر نسخة درامية كانت اللي عملها جيري ميرينر سنة 2002 في فيلم دامر لكن بصراحة إيبان بيترز عمل الشخصية بمستوى أعلى بكتير جدا من اللي كان معمول في فيلم دامر عمل الشخصية بشكل رائع ومتقن جدا قدر فعلا يقرب من طبيعة شخصية جيفري دامر زي ما احنا شفناه في مقابلات تلفزيونية كتير اتعاملت معاه بعد ما تسجن إيبان كان مركز في كل مشهد أنه ما يخرجش برى الملامح اللي رسمها لشخصية جيفري دامر واللي هي متطاقة بنسبة كبيرة فعلا مع شخصية جيفري الحقيقية اللي شفناها في كتير من المقابلات التلفزيونية اللي اتعاملت معاه ومن جلسات المحاكمة شخصية جيفري شخصية منغلقة وانتوا واقية تباني أنها صريحة وواضحة في التعامل معاه لكن الحقيقة أنها شخصية كانت قادرة على التلاعب بناس كتير من اللي تعاملوا معاه إذن قدر يقدم كل مرحلة من مراحل حياة جيفري دامر بطريقة ممتازة من أول مرحلة المراحقة لحد مرحلة النضوغ الكامل للشخصية وقدر يخليك تتفاهم طبيعة الشخصية مع مراعاة أنه دايما يخلق حاجز بينك وبين الشخصية عشان ما تحبش الشخصية أو تتعاطف معاه لأن هدف أي ممثل أنه يخليك تقرب من الشخصية وتتفاعل وتحس باللي هي حاسة به لكن إيفن قدر يحافظ على المسافة دي عشان يخليك دايما تشوف الشخصية في صورتها الحقيقية شخصية قاتل دموي بجانب إيفن بيترز والأداء الرهيب اللي عمله عندنا كمان أداء ريتشارد جينكنز اللي قام بدور لاينل دامر والد جيفري ريتشارد قدر يقدم أداء هايل جدا وقدر يوصل لنا حالة الأب اللي كان بيحاول في كل مرحلة أنه يساعد ابنه أحيان كتير تصرفاته كانت صح وأحيان أكتر تصرفاته كانت غلط لكنه ما كانش أبدا قب مهمل أو قاسي أو عنيف مش على النمط اللي احنا تعودنا نشوفه في أهالي وعائلات المجرمين اللي زي دامر غير الاثنين دول يمكن ما كانش فيه أداء مميز قوي غير اللي نيسي ناش في دور جليندا كليفلند جليندا كانت جارج جيفري دامر ودورها كبر جدا في الحلقتين الأخرانين التسعة والعشرة ونيسي قدرت تعمل الدور بشكل رائع جدا لكن الحقيقة من طبيعة دورها في القصة نفسها ما كانتش كبيرة أوي كده يمكن بس كان فيه توضيح لفكرة أنها هي جرس الإنذار اللي حاول يحذر من طبيعة جيفري أكتر من مرة وكان ممكن يساعد الشرطة في منع استمرار الجرائب من ناحية التصوير والإخراج والموسيقى فكل العناصر الفنية دي كانت مميزة جدا والعمل الفني المتقن ده يرجع لصانع العمل رايان ميرفي كل العناصر دي مع بعض قدرت تنقل لنا الحالة النفسية الكئيبة المطلوبة العمل زي ده المسلسل كان موفق جدا في رسم مشاهد الستينات والسبعينات والثمانينات اللي بتدور فيهم أحداث المسلسل لحد بداية فترة التسعينات مسلسل دمر مسلسل يستحقق أكيد المشاهدة وأتمنى أن المشاهدة دي كمان تخليك تفكر في موضوعه وتحاول تفهم أسباب اللي حصل والظروف اللي ساعدت في وجود جرائم بشعة زي دي في المجتمع الأمريكي تقييم المسلسل هو 9.5 من 10 وبالتأكيد أنصح بمشاهدته مع مراعاة الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدة أعمال زي دي وأكيد لازم أحذركم من وجود مشاهد عنيفة جداً وقصية ودموية وبسبب طبيعة جيفري دمر كمان موجود مشاهد غير أخلاقية أتمنى المراجعة تكون عجبكوا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شغل المراجعة دي اشتركوا في القناة